يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار إذن مشاهدنا تمتهن بعض العائلات بقرية الورود ببلدية العامرة ولاية عين الدفلة مهنة إنتاج الكسكس التقليدي فعائلة رحمون على سبيل المثال من أفضل المنتجين للكسكس المسوق عبر الوطن رشيد مشورب عاد لنا بتالي بقرية الورود ببلدية العامرة ولاية عين الدفلة اتخذت عائلة رحمون من إنتاج الكسكس التقليدي كمشروع المميز لها فكسكس نانا بمعنى كسكس جدة هو الاسم الذي اتخذته العائلة لمشروعها ولكن منطقة تعنا احنا مشهورة بالكسكس خاصة الكسكس هذا اللي ذكرت لكم الحموم هذا تعال مطمورة ليجي حامض ومطامر هذورها مقلال اللي كانوا يخزنوا فيها جددنا ومولينا بكري احنا أسرة منتجة الكسكس تقليدي احنا ليسوق هذا الكسكس منها تسويق تاعة ويكون مليح منها يكون ناقص على حسب الجو فالكسكسي كمادة نهائية يمر بعدة مراحل من زحميص وطحن للمادة التي تخلط مع دقيق البلوط وطاولح الحالة والزعتر ليتم فتلها مع الدقيقة بإضافة الماء والملح ثم التفوير حتى يصبح كسكسا لينشره بعد مروره بالغربال ليفصل ما بين الخاشن والأقل خشونة هذا الكسكس من أسالة بتاعنا من جدود جدودنا واليوم الحمد لله رجعنا له بفضل إينا وبفضل الأسرة التاعي ورنا صبنا بنات اللي نرى أننا نعلموا فيهم والحمد لله تعلمونا اللي كانت تقول لك أنا ما نعرفش الفتيل قاع كيف عشنا نعرف الفتيل وره يتفتل هذا الطعام بتاعنا معروف اللي هنا في بلادنا خدمة تعليد طعام هذا خد ما تفتلوه هنا بيديهم إنتاج الكسكسي ليس بالعمال السهل المتطلب لجهد العضلي ليبقى الكسكسي من أفضل الأكولات التقليدية المحافظة عليها هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم